المثقف العالمي المحترم إدوارد سعيد لخص دور المثقف الرئيس في جملة واحدة تدع أنك مثقف؟ أنك تفهم؟ أنك تدرس؟ أنك واعن؟ لك دور يكثف ويركز في شيء واحد speaking true to power النطق بالحق قول الحقيقة في وجه القوة power السلطة في وجه السلطة أن تجابه السلطة بالحقيقة مهما كلفك ذلك أنت مثقف اللي متفعل هذا؟ البعيد متجال مرتزق متمعيش كأكثر من نرى ثقفين دينيين وغير دينيين متمعيشون موظفون والله مرتزقة ليسوا أكثر من مرتزقة يطلبون الرزق الرزق المهين غير الكريم أيها الإخوة هذا دور مثقف نبحث عن دور هذا دورك لا دور لك غيره ولا دور لك بدونه اللي يعني يكون دور عميل السلطة أو حذاء السلطان دور المهين الخسيس الرذل الذي يسارع اليه كثيرون أيها الإخوة حتى أحيانا لا يجدونه لا يجدونه لماذا؟ لأن أمثال هذا الخسيس كثر بمئات الألوف أيها الإخوة يطلبون الأرزاق يطلبون الأرزاق الإمام محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه وعز زمانه في هذا النظير وكان قوالا بالحق لا يخشى في الله لوم تلائم أغضب ناصر في زمنه فشعله في الإقامة الجبرية إلى أن لقي الله حبد الناصر وعغضب السادات في زمنه قيل وهو الذي دست له السم أو جهان السادات وحزبها وزمرتها فمات مسموما الإمام إمام الإسلام لم يكن يسكت يتكلم بالحق وهو الذي كتب يقول إنه لولا النفاق والمنافقون ما ضاعت بلاد الإسلام وما جرى على الإسلام وأهله الذي جرى يقول أبو زهرة قدس الله روحه الكريمة الطاهرة أيها الإخوة يقول لولا ذلكم المنافق الذي وقف بين يدي معاوية ابن أبي صفيان وأبو زهرة من الناقمين على معاوية حتى نكون عالمين ما في عالم يحترم نفسه ويحب معاوية ويحرق له البخ خير مستحيل قال لولا ذلكم المنافق الذي وقف بين يدي معاوية يقول أمير المؤمنين هذا يشير إلى معاوية فإن هلك فهذا يشير إلى ابنه ومن أبى فهذا وأشار إلى السيف وفرح بها معاوية قال اجلس وأنت أخطب القوم قال لولا هذا المنافق ما قدر معاوية على تحويل حكم الشوري إلى حكم ويراثي استبداد لكن ضاع الإسلام وضاعت الأمة وضاعت السياسة بأمثال هؤلاء المنافقين وما أكثرهم في كل زمان ومكان كثر أيها الإخوة هؤلاء المنافقون قطر لي أن أحد الباحثين أو أحد الدارسين رسالة ماجستير أو دكتوراه سيكون موفقا إذا وقفها على مسألة جمع فقط جمع شعر النفاق والدهان والملق الذي ارتزق به هؤلاء المتملقون على أبواب السلاطين سيجتمع عنده مجلدات طويلة حريضة وليسمها ديوان المنافقين من مداحيء السلاطين ألاف صفحات عشرات آلاف الأبيات أنتم تعلمون أكثر من عشرة من خلفاء بين عباس لقوا حتفهم قتلا وخنقا وسحلا وبالسم وحيان على أيدي أبنائهم أو زوجاتهم أو أقرب المقربين إليهم عشرة أكثر من عشرة من هؤلاء المتوكل على الله إمام أهل السنة والجماعة أنا أبرأ إلى الله منه ومن أفعاله المتوكل فقط لأنه ناصر أهل السنة على المعتزلة في مسألة خلق القرآن متوكل الظالم كان عنده ابن محمد المنتصر بالله وابن المعتز بالله وابن إبراهيم المؤيد بالله ألقاب ألقاب مملكة في غير موضعها كان الهر يحكي انتفاخا صورة الأسد هذا متوكل هذا منتصر هذا معتز هذا مؤيد متوكل هذا يسأل العلامة الكبير علامة البلاغة والأدب ابن السكيت يقول له من خير ابنائي محمد المنتصر والمعتز أم الحسن والحسين قالوا ماذا ماذا غضب الإمام الجليل وهو مؤدب ولدي لكن عنده بقية من ضمير بقية من احترام النفس يعني بلغ بك الهبل أن تجعل نفسك بمثابة علي بن أبي طالب وبولديك هؤلاء الحقيرين المحكورين ندين للحسنين الله أكبر قالوا ماذا ماذا تقول القياس غير وارد يا أمير المؤمنين قالوا قالوا ماذا وغضب استل لسانه المتوكل إمام أهل السنة والجماعة أمر باستلال لسانه فأخذ لسان الإمام ابن السكيت واختلع ثم ديسة في بطنه ومات الرجل من فورع المتوكل هذا هو الذي هدم قبر الحسين بالعراق وسوى به الأرض أو سوأه بالأرض إمام أهل السنة رضي الله عنه يفضل ولديه يدور في خاطره أنهما أفضل من حسن الحسين لماذا لأنه قر في ذهنه المعتل الملتاث أنه أفضل من عليه ما هو ابن عم الرسول كمان عباسي ليش لا يعني ليش عالي هذا شي جنون حالة جنونية جميل جدا سنرى ماذا فعل به حسنه الحسن ابن المتوكل ما هو الحسن هذا المنتصر محمد المنتصر محمد ابن جعفر ما اسمه جعفر ابن المعتصم ماذا هو محمد ابن جعفر ابن المعتصم سلسلة تعرفون كيف قتل أبا الحسن هذا ابنه له محمد المنتصر هو الذي قتل أباه قتل أباه بالخنجر أزهق روحه استعجالاً للملك بده الملك وكان أبوه المتوكل الأحمق هذا أيها الإخوة إمام أهل السنة في وقته جعلناه إماماً كما نجعل الآن بعض الخونا وعملاء الاستعمار أئمتنا والناطقين باسمنا هنا وهناك شيء لا يصدق عار عار علينا كما كان عاراً في التاريخ كان المتوكل هذا أيها الإخوة والأخوات قد أخذ البيع والعهد على الناس طبعاً بقوة السيف وبالأصفر الأماعة بالذهب في الإغراءات في ناس تغرى وفي ناس بالسيف على أنه بعد عمر طويل عمر النشمي المتوكل حين يهلك يكون الخليفة عليكم ابني محمد المنتصر وبعد عمر طويل حين يهلك محمد المنتصر لابني المعتز بالله وبعد عمر طويل إذا هلك المعتز بالله ابني إبراهيم المؤيد بالله الله أكبر يا أخي الله أكبر النبي يثبت عنه أن من جار في وصيته حين إيه عين احتضاري راحه قبل احتضاري توصي وصية إلى جهنم النبي يثبت عنه أن العبد قد يحسن العمل صلاة الصوم حج عمره زكاة مكاء دموع ستين سنة فإذا احتضر حضرته الوفاء جار في الميراث لم يرضى بقسمة الله بين الورثة جار ورث هؤلاء أكثر من هؤلاء النبي يقول دخل النار مش هتنفعك عبادة ستين سنة الله تبارك وتعالى هو الذي قسم التركة تركتي هو تركتك عشر تلف يورو خمس تلف يورو مئة ألف يورو مليون يورو بعض الناس تركات حقيرة فكيف تعامل أم كلها على أنها ترك لك وتحتجن وتحتجز أعصارها وأجيالها إلى ربما ستة أو سبعة أجيال يحكم لهذا أربعين سنة هذا جيلان وهل سيعيش أخوه أربعين الناس مجانين على الأقل ثلاثة أجيال ويقوم شاعر منافق أيها الإخوة أنا متأكد هذا الشاعر كان على استعداد إن لم يفعل أن يقول كما سمعنا بعض المتمشخين اليوم ويمكن أن تسمعهم في اليوتيوب والله الذي لا إله إلاه